كم من مرسم معنا المسؤولين الموريتانيين يتفخروا بأن موريتان عالي الدولة مصدرة للطاقة يقير لا تخلوا ذاكي قرركم شوف لين عدلهم مقارنة بين موريتان وسينيقال موريتان فيهم مليونين وثمانمائية الفرقاج من ثلاث ملايين وتسعمائية والأربع ملايين من مار واقج ما عندهم كران وهي المعلومات بالمناسبة قابلها من كتاب The World Factbook اللي هو إصدارة عدل CIA بتعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية يقير هاي المعلومات قد تحصل لها من أي موقع ذاني كيفت موقع صندوق النغة الدولي ولا موقع البنك الدولي يقير اخترت The World Factbook بهلي مقارنة الأرقام بالأرقام اسهل كيف ما قدت هاي النسبة حد لي ترجمها معناته عن 28% فقط من السكان الموريتان هم هم اللي عندهم الكهرباء وحتى في المناطق الحضرية اللي فيها الكهرباء يلتقود ياسر فقط 47% من الناس اللي ذيك المناطق الحضرية تتوفرها للكهرباء يوخ خلينا نقيسوا في سينيقال شوف في سينيقال فقط 6.4 ملايين الفرقاش ما عندها الطاقة هذا معناته عن 55% من السينيقاليين عندهم كران وتسعين في المناطق الحضرية عندهم ولي كران وحتى قاع في المناطق الريفية 28% من السينيقاليين عندهم كران موريتان نسبة الناس اللي في المناطق الريفية عندهم كران لا 2% ايوه هذا من التباهي بالموريتان عادة تصدر الكهرباء حتسمعوا يقد يتخيلوا الوهلة الأولى عن موريتان تغطية الكهربائية فيها بضغط 100% يغير انتينين تقول 28% فقط هي هي اللي جاب للتغطية عندك 72% من السكان ما عندهم كهرباء حتى قاعد اتصدرها قاعد عيالتك تشحدها وهذا الانجاز اللي هم يتفخروا به هاي محاطة 180 ميجاوات هي بأ من الحكومة الاماراتية للشعب الموريتاني ولا هش عاد لهما بيدهم يغير قاع زيارة لذاك هي زيارة الطلب على الطاقة عادة تدل على قوة الاقتصاد كون نحن نبيع الطاقة والسينيغال مستعدة لتشره هذا مؤشر على قوة اقتصاد سينيغال ما هو على قوة اقتصاد نحن خصوصا عن نيكيت ما قلت نسبة التغطية فينا ما فاتت خطات 28% وبالفعل الاقتصاد السينيغالي مليو سنتين ورث لذا يسجل نسب نمو قوية وبحسب صندوق النقد الدولي متوسط نموه للسنوات الثماني الجايين ليعود تقريبا 7% وهذا معناته عنه ليدضاعف حجمه من 2015 إلى 2025 وهو مقاع السينيغاليين يطمحوا عنهم نسبة نموه بتلحق 10% اللي تعتبر واحدة من اقوى نسب النمو في العالم على الاطلاق وفي حالتهم حقوا نسبة 10% اللي يطمحوا لها معناته عن الاقتصاد دوري الضعف فتر اقصر قام ذاك 7 سنوات والذمانية وهذه المقارنة بين نسب النمو الدور نتعرض لها في الفيديو الجاي في الصقع قضية خرمولي يهم ذاك حاني نقص صفحة شوف زيادة التموين في الموارد الكهربائية نعكسة موالي ايجابا على حياة المواطن السينيغالي بشكل مباشر بهالي الحكومة مطلعة هذه السنة سنة 2017 قررت عنها تخفض اسعار الكهرباء للمواطن السينيغاليين بنسبة 10% هانا بقمر كان نقراه في موقع الموند افريك قرمولي الذو كل يقراه بالانجليزية تقدموا لي تجبروه في موقع افريكانيوز وهذا التخفيض في اسعار الكهرباء وفرع المواطن السينيغاليين حاني ننقض شوي دخل في البناهم 30 مليار من سيفاء اللي هي 45.7 مليون يورو اللي هو تقريبا مبلغة 18 مليار من لقية هذا يحفز الاقتصاد بالمناسبة ولا ولا ذاك وحده في نفس هذا التقرير تشوف هون عند انقطاعات الكهربائية تقصد ل73 ساعة في السنة وعلى كل حال الموريتانيين اللي ساقني في نواكشوت راهوا ما يعرفوا مدات الكهرور لانقطاعات الكهربائية نحن في موريتان حكومتنا بعد الحالية ماهباس لسعار ما تخفضها ما نلقى على العكس تتربح من المواطنين خصوصا فيما تعلق ببيع البنزين نحن الثاني في واحد من إصدارات صندوق النغض الدولي هذا هو الإصدار بتاريخ 11 مايا 2016 وتقدموا اللي تدخلوا بالفرنسية يعني أنا عنديهم بالانجليزية بالمناسبة تعصرهم على هاي free full text هاي pdf اللي في تنتباهي هاي الجملة اللي تقول the fiscal deficit معناه تزاد عن العجز المالي تهور على الرغم من المداخيل اللي تتحصل عليه الحكومة عن طريق عدم تعديل اسعار الطاقة بعد اللي تقصت وعلى كل حالة هاي قاع حقيقة نعرفها كاملين أنا الشي بمتأكد عن الدولة الوحيدة في العالم اللي مازالت مسكنة اسعار البنزين عند مستويات القياسية ما حد سعر البرميليك سعب 140 و 145 دولار ولا فات نقصتها لرغم من نوارك سعره مازال تحت نصلك المستوى الدولة الوحيدة اللي مازالت تعدلها هي موريتان وانا قاع ما نعرف لماذا ما خلقت ثورة ضد الحكومة بخصوصها القضية هاي الحكومة قاع كيفت شفايتها عن زيادة الضرائب ولونها تدر مداخل آنية إلا أن الاقتصاديين مجمعين كاملين أعلنها زيارتها وخصوصا بشكل مجحف عندها انعكاسات سلبية دائما على الاقتصاد في المدى المتوسط والمدى البعيد لذلك ذو كل منكم اقتصاديين والله ذو كل منكم يتابعوا الأخبار يعرفوا عن في أكثر من دولة يلين يتباطئ النمو الاقتصادي واحدة من أحسن السياسات اللي تواجه بها الحكومات ذاك التباطئ هي الحزم الضريبية التحفيزية اللي عادة تجي في شكل فضاء تمشي المواطنين والله في بعض الأحيان تقبل طابع تخفيضات ضريبية هذا القصد منه لكن المواطنين يصرفوا الفضاء يمشوا ويشروا وينشطوا الحركة الاقتصادية وينعشوا النمو الاقتصادي ولاحظ هون عن اللي نتكلم عنه الزيادة والله الزيادة المشحفة ما نتكلم عن الضرائب الضرائب لابد منهم بهالي شكل ركن أساسي من أركان ميزانية أي دول وهذه الزيادات الضريبية اللي ترافقت مع مجين نظام الحالي تتميز بينها مواكبها إطار قانوني منظم وحالها حالي أسر ذاني من البرامج والسياسات الحكومية اللي تتميز بالارتجالية في اتخاذ القرار يا قير هذا قاع هو بيت القصيد شوف سابق ما نهار الاقتصاد الموريتاني قدامنا يا الله تكونوا تعرفوا كاملين عن اللي وصلنا له هو الارتجالية في القرارات الفاسدة وانا هون ماني لهين أحكم على رئيس الجمهورية والأعضاء الحكومة بسوء الظن في اتخاذ القرارات يا قير اللي متأكد منه هو عن الارتجالية في اتخاذ القرارات تعيه تعود كارذية النتائج والوسيلة الوحيدة اللي تقدر تضمن التصدي لأي صدمات مرتبطة في كارذية ذاك النوع من القرارات هو وجود سلطة تشريعية تضمن نوع من التوازن في اتخاذ القرار هذا بطبيعة الحال غالبا ما يبطي تنفيذ القرارات يقير ذاك البطء والتروي في اتخاذ القرارات عادة ما يعد أحسن وهو قاع هو السبب اللي أصلا خلّى الدستوريين والمشرعين في الديمقراطيات العريقة يوازنوا بين السلطات هاي التعديلات الدستورية المقترحة هي برأسها ماهي دستورية ولا ذا وقتها وفيها ياسر من الاستخفاف بعقول الموريتانيين ومشاعرهم نحن معركتنا اللي يالتنا نعود نخوض ورك ماهي معركة دستورية ولاهي معركة قانونية معركتنا اللي يالتنا نعود نخوضه معركة تنموية ولا معقول عنه نعود نمر بهذه الظرفية الاقتصادية الصعبة وعود ديننا الخارجي لحق مستويات قياسية وراينا نتكلم عنيك النقطة بعد دقيقة ومع ذا نعود مستعدين لنخسره 6 مليارات ملوكية لاقتصاد بحاجة له والناس بحاجة له في شي ما فيه مصلحة موريتان على العكس مذاك الشي لهي قوض من المكتسبات الدستورية اللي حقوها الموريتانيين في هاو العقدين النص الماضيين راوه في قضية اخرى المسؤولين الموريتانيين خصوصا في قطاع المالية ما يتكلموا عن هقاء وهي ذيك القضية اللي تتعلق بالدين العام الموريتاني هاذا اللي تراعوا فيه هو اخر تقرير قديت نجبرو من تقارير صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بجام بالدين الخارجي الموريتاني وانا قرأتو كامل يغرق على داعي اللي قرأتو كامل في هذه الصفحة اللي مصنف خطر الدين الموريتاني في أعلى تصنيف لا تنسوا عن موريتان في حدود على ما أعتقد سنة 2006 كانت واحدة من ذيك الدول التي استفادت من شاطب ديونها